ولقد ترجمت الجمهورية الإسلامية عهد وواصية الإمام الخميني خير ترجم طيلة السنوات الماضية وما اهتمام فضيلة المرشد الأعلى للثورة حفظه الله بالقدس والأقصى وببناء ودعم قوى المقاومة على طريق تحقيق هدف التحرير إلا خير شاهد على ذلك وإننا نقدر عاليا لالتزام الذي أعلنه وجدده السيد حسن نصر الله قبل قليل في كلمته اتجاه فلسطين والمقدسات والشعب الفلسطيني ونسجل ذلك بحروف من عز وفخر ونور ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى الثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله الإمام الخميني عليه رحمة الله نستذكر في هذا اليوم العظيم الإمام الخميني رحمه الله الذي جعل القدس ركنا من أركان الثورة والمقاومة وغاية سامية متجددة للأمة الإسلامية المجيدة ثم في آخر الأمر في آخر الأمر الدعوة الخمينية قائمة على فكر البنى وقطب وغيرهم من أقطاب الإخوان المسلمين ترجمت كتب البنى وقطب وغيرهم ونشرت وقامت الدعوة الخمينية على هذا وأول من صافح الخميني هم والآن هم على تواصل مستمر وانكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم وصلت الله عليهم بسبب هذا لأنهم باطنية متفقون على رفع الإسلام ظاهرا والكيد الإسلام وأهله باطنا لا شك أنه دخل معهم من يحسن الظنبهم دخل معهم مغفلون من المسلمين دخل معهم سفهاء لكن الكلام على الرؤوس المفكرة والقوى المدبرة والجهات المتآمرة هذا منهاجها لا تغتروا اعرفوا هؤلاء فالخوارج المارقة المعاصرون والشيعة الغالية الفرس المجوسيون وجهان لعملة واحدة كما يقال ومخططهم واحد والذين دخلوا معهم من العرم ما بين حاقد وقاطع طريق وجاهل وصاحب شهوة ومغفل دخلوا معهم في هذه وتون الفتنة هذه وكادوا للإسلام وأضربوا المسلمين وانتهكوا العبادات وانتهكوا شعائر الملة وانتهكوا حرمات المسلمين لأنهم جهلة لأنهم أغبيا لأنهم أصحاب هوى لأنهم مريض قلوب لأنهم منافقون فاقا اعتقاديا كل ما تسمعه من الجهاد المعاصر هذا ترى هذا هو هذه المجموعات التي تقوم به وتموها على الناس وتخدع الناس وتهلك الحرف والنسل باسم الإسلام ينبغي التنبه كفا 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 لابد من هذا الحرب موجهة للملة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية على صاحبها وموجهة للإسلام الحق الدين الحق بجميع إحكامه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان ركني الإحسان وإلى شعائر الملة وإلى خاصة أهل العلم وإلى خاصة أهل الحكم وإلى عامة المسلمين حرب ضروس تقودها هاتان الجهتان المشؤومتان الضالتان الباطنيتان الملحدتان لابد من الوعي لابد من الفهم من يرد الله به خير يفقه في الدين ومن لم يفقهه الله في الدين فما أراد به خيرا هذه رسالتي لجميع المسلمين العربي والأعجمي